دوائر المكبرات لقدرة كهربية وزي ما قلنا قبل كده إن مادة الدوائر الإلكترونية من اسمها يعني بتتكلم على معظم الدوائر الإلكترونية الهامة اللي بتكون موجودة في الأجهزة الإلكترونية زي أجهزة الإرسال وأجهزة الاستقبال والمكبرات الإلكترونية وغيرها طبعا الدرس التالي النهاردة بيتكلم على دوائر المكبرات نحن عارفين طبعا إن أي جهاز إلكتروني سواء كان مكبر أو سواء كان جهاز إرسال أو جهاز استقبال هنلاقيه بيحتوي على دوائر مكبرات على اختلاف أنواعها ودوائر المكبرات الغرض منها إيه؟ إن هي بتقوم بتكبير جهد أو طيار إشارة كهربية متغيرة وبتكون الإشارة ضعيفة جدا فإحنا بنحتاج دائرة المكبر علشان تقوم بتكبيرها علشان أقدر إن أنا أتعامل معها بعد كده وأشغل حمل معين زي مثلا في أجهزة الاستقبال زي أجهزة الاستقبال الإزاعية الراديو مثلا نعرفين طبعا الراديو بيستقبل الإشارات الخاصة بالمحطات الإزاعية عن طريق الهوائي فطبعا الهوائي لما بيستقبل الموجات اللاسلكية بيحولها الإشارة كهربية بتكون ضعيفة جدا فعلشان نقدر نتعامل معها ونوصلها بعد كده لسماعة كبيرة علشان نقدر نسمع الصوت يكون واضح فلازم إن إحنا نكبر الإشارة اللي تم استقبالها دي مرة واثنين وتلاتة يعني في عدة مراحل تكبير علشان كده هنلاقي أجهزة الاستقبال بتحتوي على أنواع مختلفة من المكبرات يعني هنلاقي فيه مكبر للتردد العالي وهنلاقي فيه مكبر للتردد المتوسط وهنلاقي فيه مكبر للتردد المنخفض اللي هو زي المكبرات الصوتية وهنتكلم بالتفصيل عن أنواع المكبرات دي إن شاء الله النهار دا مع بعض طبعا المكبرات لما نجي نعرفها نقول دايرة المكبر هي عبارة عن دائرة إلكترونية تكون بتكبير جهد أو طيار إشارة كهربية متغيرة دون المساس بكيمة التردد يعني معناه أن دايرة المكبر بتكون بتكبير جهد الإشارة يعني الاتساع بتاعها الإشارة لو ضعيفة المكبر يكبرها ولكن التردد اللي هو عدد الزبزبات لا يفضل ثابت زي ما هو يبقى المكبر يقوم بتكبير جهد أو طيار الإشارة الكهربية المتغيرة دون المساس بكيمة التردد تعالوا نبص مع بعض على الشاشة كده ونشوف رسمة صغيرة توضح لنا الكلام دوت ونشوف كده دايرة المكبر وإشارة دخل ضعيفة زي ما احنا شايفين كده على اليسار موجة جايبية تعبر عن إشارة وليكن إشارة صوتية زي الإشارة اللي بتكون صادرة عن المايكروفون احنا عارفين طبعا المايكروفون اللي هو المايك اللي احنا بنتكلم فيه بيحول اهتزازات الصوت إلى إشارات كهربية متغيرة الإشارات دي بتكون ضعيفة جدا فلازم طبعا ندخلها لدائرة مكبر علشان يقوم بتكبيرها نشوف بقى كده إشارة الخارج هنا عبارة عن إيه؟ إشارة مكبرة صورة طبق الأصل من إشارة الدخل زي ما احنا شايفين عدد الزبزبات اللي هو التردد زي ما هو ما تغيرش يعني الإشارة اللي دخلة هنا دول كم زبزبة؟ اتنين طب اللي خارجة اتنين لكن اللي تغير إيه؟ اللي اتساع بتاع الإشارة يعني جهدها يبقى دائرة المكبر عبارة عن دائرة إلكترونية تستخدم لتكبير أو زيادة مستوى إشارة كهربية دون المساس بقيمة التردد طيب كده إحنا عرفنا يعني إيه مكبر؟ أبسط مثال المكبر الصوتي طبعا فيه جهاز مكبر للصوت احنا طبعا بنستخدمه علشان يكبر الإشارة الصوتية الناتجة من المايكروفون زي ما قلنا ويكبرها بالقيمة الكافية علشان نقدر نشغل بيها سماعة كبيرة علشان نقدر نسمع الصوت واضح فلو بصينا كده هنا على اليسار هنلاقي هنا ايه؟ المايكروفون المايكروفون ده بيحول زي ما قلنا الاهتزازات الصوتية إلى إشارة كهربية متغيرة الإشارة دي بتكون ضعيفة جدا فانا لو وصلتها للسماعة على طول مباشرة ممكن السماعة ما تشتغلش ومسمعش أي صوت علشان كده لازم أكبر الإشارة ديه لقيمة مناسبة فبندخلها لدائرة ايه؟ مكبر للصوت وطبعا المكبرات عموما بيستخدم فيها الترانزستورات أو المكبرات التشغيلية اللي هو دي بيقعبار عن IC زي ما احنا شايفين كده خارج المكبر هنا بيتوصل لمين؟ للسماعة فالمكبر هيقوم بتكبير الإشارة الصوتية بالقيمة المناسبة لتشغيل السماعة والسماعة طبعا بعد كده تحول الإشارة الكهربية اللي هي المعبرة عن الصوت إلى اهتزازات ميكانيكية ينتج عنها الصوت المسموع وطبعا دوائر المكبرات دي زي ما قلنا إنها بتستخدم في معظم الأجهزة الإلكترونية زي أجهزة الإرسال وأجهزة الاستقبال أجهزة الاستقبال زي أجهزة الاستقبال الإزاعية زي الراديو وزي التلفزيون بس التلفزيون طبعا بيستقبل صوت وصورة فبيقى فيه مكبرات اسمها مكبرات صوتية دي بتكون مسؤولة عن إيه؟ إشارة الصوت وفيه مكبر المرئيات أو مكبر الصورة علشان يكبر إشارة الصورة وطبعا أنواع المكبرات هنعرف تصنفها النهاردة مع بعض هنلاقي إن فيه مكبرات للتردد العالي وفيه مكبرات للتردد المنخفض وفيه مكبرات زي نطاق ترددي عريض يعني تقدر تكبر الإشارات اللي تردداتها بتبدأ من قيمة منخفضة إلى قيمة عالية من التردد لما نيجي نصنف المكبرات زي ما قلنا ممكن نصنفها بكذا طريقة أول حاجة ممكن نقول من حيث المدى الترددي لما أجي نصنف المكبرات من حيث المدى الترددي فهنصنفهم لثلاث أنواع النوع الأول مكبر تردد منخفض النوع الثاني مكبر للتردد العالي والنوع الثالث مكبر زي نطاق ترددي عريض طيب معناهم إيه؟ أول حاجة مكبر التردد المنخفض ده بيقوم بتكبير الإشارات زي الترددات المنخفضة اللي بتتراوح ما بين 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز مثل المكبرات الصوتية يبقى مكبر تردد منخفض يبقى يعمل عادة في مدى الترددات ايه؟ المنخفضة اللي هي من 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز طيب النوع الثاني اللي هو مكبر التردد العالي طبعا من اسمه يبقى ده بيستطيع تكبير الإشارات زي الترددات العالية وغالبا يكون منغم على تردد معين منغم على تردد معين يعني بيكون مضبوط على تردد معين مثل المكبرات المستخدمة في أجهزة الراديو احنا عارفين طبعا ان الراديو بيستقبل المحطات الإزاعية عن طريق الهوائي اللي هو هوائي الاستقبال وطبعا زي ما احنا عارفين ان كل المحطات الإزاعية إشارتها بتكون موجودة في الجو في نفس الوقت طيب احنا لما بنيجي بقى نستخدم الراديو هل بنسمع كل المحطات في نفس الوقت؟ طبعا لا فاحنا بنظبط كده مفتاح المحطات بتاع الراديو على تردد معين اللي هو تردد المحطة اللي احنا عايزينها مفتاح المحطات دو بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن مكسف متغير ومتصل مع ملف فبيكون دايرة رانين او بنسميها دائرة اختيار او المولف فالدايرة ديات لما زبطها على تردد معين فبنقول كده انها ايه؟ منغمة على تردد ايه؟ معين فتعمل ايه؟ فتسمح للإشارة ديات بس اللي ليها نفس التردد اللي انا زبطتها عليه انها تمر وتوصل بقى للمراحل التالية وتمنع اي اشارات اخرى يبقى معنى كده ان المكبرات اول مرحلة بقى من مراحل التكبير اللي هو بيكون مكبر للتردد العالي يعني هواء الاستقبال بيستقبل الموجات اللاسلكية ويحولها لإشارة كهربية بيكون ترددها عالي توصل لمين بقى؟ للمكبر المكبر هنا اول مرحلة من التكبير دا بيكون مكبر للتردد ايه؟ العالي وبيكون مناغم على تردد معين اللي هو تردد مين بقى؟ زي المثال اللي انا قلته دلوقتي بيكون مناغم على تردد المحطة الإزاعية المطلوبة يبقى مفتاح المحطات لما انا ازبطه على تردد معين وليكن 1000 كيلو هرتز فيبقى المكبر دلوقتي مكبر التردد العالي دا تم ضبطه او تنغيمه على تردد كام؟ 100 كيلو هرتز فبالتالي هيسمح بس للإشارة دية انها تمر من هوائي الاستقبال وتمر وتوصل للمكبر فيقوم بتكبيرها ويوصلها بقى للمراحل التالية ويمنع اي اشارات اخرى اللي هي بقى اشارات المحطات الاخرى اللي احنا مش هيزنها لان زي ما قلت احنا هنسمع اشارة واحدة بس او محطة واحدة بس مش هنسمع كل المحطات في نفس الوقت يبقى مكبر التردد العالي يكون بتكبير الاشارات ذات الترددات العالية وغالبا يكون مناغم على تردد معين طيب تعالوا نكمل تالت نوع من المكبرات مكبرات زي نطاق ترددي واسع ده بيعمل في نطاق واسع من الترددات من 10 هرتز الى 10 ميجا هرتز مثل مكبرات الاشارات المرئية اللي هي المكبرات زي المكبرات اللي بتكون موجودة في اجهزة التلفزيون ممكن اصنف المكبرات بطريقة تانية هقدر اصنف المكبرات من حيث قيمة الاشارة المكبرة فهصنفها برضو لتلات انواع النوع الاول مكبر اولي والنوع التاني مكبر حافز والنوع التالت مكبر للقدرة يبقى انا لما اجي اصنف المكبرات من حيث قيمة الاشارة المكبرة هنقول اول مرحلة من مراحل التجبير هنا هيبقى اسمه مكبر ايه؟ مكبر اولي والمكبر الاولي ده يستطيع تجبير الاشارات الضعيفة جدا مثل الاشارات الصادرة من مايكروفون او لاكت صوتي يبقى المايك لما انا اجي اتكلم كده فيه فالمايك بيحول زبزبات او اهتزازات الصوت الى اشارة كهربية متغيرة الاشارة دي بتكون ضعيفة جدا فيبقى لازم لها دايرة مكبر علشان تقوم بتكبيرها اول مرحلة بقى من مراحل التجبير هنا المكبر ده هنسميه مكبر ايه؟ مكبر اولي علشان ان هو بيقدر يقوم بتكبير الاشارات الضعيفة جدا يعني حساسيته بتكون عالية طيب تاني مرحلة بقى من مراحل التجبير هنا هيبقى اسمه مكبر حافز المكبر الحافز هنا بيستطيع تكبير الاشارة الكهربية المتغيرة ذات مستوى معين يعني معناها ايه؟ ان الاشارات الضعيفة جدا مقدرش اوصلها للمكبر الحافز مش هيكبرها مش هيحس بيها يبقى لازم يربط قبله مكبر اولي يبقى المكبر الاولي يقوم بتكبير الاشارات الضعيفة جدا وبعدين يسلمها المين للمكبر الحافز فالمكبر الحافز يقدر يكبرها اكتر طيب وبعدين اخر مرحلة بقى من مراحل التجبير هيبقى اسمه مكبر قدرة مكبر القدرة هنا زي ما بنقول اخر مرحلة من مراحل التجبير ويقوم بتكبير قدرة الإشارة الكهربية بكيمة معينة لازمة لتشغيل مين الحمل مثل السماعة على حسب المثال اللي احنا اتكلمنا عنه لو قلنا مكبر صوتي فطبعا الإشارة النادجة إشارة صوتية فهوصلها لإيه لسماعة في الخارج طبعا علشان نقدر نسمع الصوت واضح وعالي يبقى لازم يكون فيه عندي هنا مكبر قدرة وتكون نسبة التكبير بتاعته بتبقى عالية يبقى ثلاث أنواع من المكبرات من حيث قيمة الإشارة المكبر مكبر أولي وبعدين مكبر حافز وتالت نوع مكبر قدرة تعالوا نرجع تاني يبقى النوع الأول اللي هو المكبر الأولي زي ما احنا شايفين كده في الشكل اللي قدامي على الشاشة هنلاقي هنا مايكروفون المايك ده زي ما قلنا بيحول اهتزازات الصوت إلى إشارات كهربية متغيرة الإشارات ديت بتكون ضعيفة جدا زي ما احنا شايفين كده شكل الموجة هنا فوق المايكروفون إشارة ضعيفة تتوصل لدائرة المكبر الأولي فيقوم بتجبيرها لقيمة مناسبة لتشغيل مين المكبر الحافز بعد كده المكبر الحافز يقوم بتجبير جهد الإشارة المتغيرة ده هي اللي هي الإشارة الصوتية هنا هيقوم بتجبيرها بالقيمة الكافية لتشغيل مكبر القدرة ونبص بقى كده في النهاية نلاقي مكبر القدرة هنا يقوم بتجبير قدرة الإشارة الكهربية ها بالقيمة اللازمة لتشغيل مين الحمل والحمل هنا في المثال دوت عبارة عن السماعة والسماعة بقى في النهاية طبعا هتحول الإشارة الكهربية ده هي المعبرة عن الصوت إلى اهتزازات ميكانيكية وينتج عنها الصوت المسموع طيب كده عرفنا أنواع المكبرات من حيث ايه من حيث القيمة المكبرة طيب ممكن نصنف المكبرات بطريقة تانية اللي هي ايه بقى ممكن أصنف المكبرات من حيث مرتبة التشغيل طيب الأول عندي المكبر الأولي زي ما قلنا هو مكبر إشارة صغيرة منخفضة المستوى مثل إشارة مايكروفون أو لاقة صوتي طيب النوع التاني مكبر حافز يكون بتجبير إشارات ذات مستوى مناسب وعادة يصبك بدائرة مكبر أولي طيب النوع الثالث مكبر للقدرة ومكبر القدرة هنا هو مكبر إشارة كبيرة يعني معنا أن الإشارة اللي دخلاله أصلا اتكبرت مرة واثنين قبل كده لأن زي ما قلنا مكبر القدرة بيكون آخر مرحلة من مراحل التجبير يعني بيكون قبله فيه مكبر ابتدائي وفيه مكبر حافز ويصمم لإمداد حمل معين بمستوى عالي من القدرة لما جا صنف فق المكبرات من حيث نقطة التشغيل أو مرتبة التشغيل هنصنفها لأربع أنواع من المكبرات هنقول مكبر مرتبة ألف أو كلاس A ومكبر مرتبة باء أو كلاس B والنوع التالت مكبر مرتبة ألف باء أو كلاس A B ومكبر مرتبة جيم اللي هو كلاس C طيب إيه الفرق ما بين الأربع أنواع دول وبعد عندي أول نوع اللي هو مكبر كلاس A المكبر دوه بيستطيع تكبير الإشارة أو الموجة كاملة 360 درجة يعني يقدر أنه هو يكبر النصف الموجة والنصف الايه والنصف السالب من إشارة الدخل يبقى المكبر اللي بيعمل بدرجة كلاس A يكون بتكبير الموجة A كاملة طيب أنا عندي بقى المكبر التاني النوع التاني اللي هو مكبر مرتبة B أو كلاس B المكبر دوه يستطيع تكبير نصف الموجة يعني 180 درجة يعني يكبر النصف الموجة أو النصف السالب طيب حد دلوقتي هيقولي طب أنا هكبر نصف الموجة بس طب ونصف تاني هنعمل فيه إيه؟ هنا بقى أنواع المكبرات اللي بتعمل بدرجة كلاس B بيستخدم فيها اتنين ترانزيستور واحد منهم يكون بتكبير النصف الموجة والترانزيستور الآخر يكون بتكبير النصف السالب يعني بتعمل بدرجة كلاس B زي ما قلنا والمكبرات ديت بنسميها مكبرات الدفع والجذب طيب النوع التالت هيبقى فيه عندي مكبرات بتعمل بدرجة كلاس A B يعني معناه أن المكبر هنا يتكبير أكبر من نصف الموجة وأقل من الموجة الكاملة يعني معناها أنه يكبر أكتر من 180 درجة وأقل من 360 درجة برضو معناها إيه؟ يعني يستطيع تكبير النصف الموجة وجزء صغير من النصف السالب أو العكس وهنا برضو المكبرات في الحالة ديت ما بيستخدمش فيها ترانزيستور واحد لا بيبقوا برضو اتنين ترانزيستور كل واحد منهم مسؤول عن تكبير نصف موجة ودي بنسميها هنا المكبرات ديت مكبرات برضو الدفع والجذب التتابعية أو المتتامة النوع بقى الأخير اللي هي مكبرات بتعمل بدرجة كلاس C هنا المكبر هيقوم بتكبير جزء من نصف الموجة جزء من نصف الموجة يعني معناه إيه؟ هيكبر أكبر من الصفر وأقل من 180 درجة وهنا المكبرات ديت بتستخدم بقى في حالة مكبرات التردد العالي وفي دوائر المزبزبات يبقى كده لما جي أصنف المكبرات من حيث مرتبة التشغيل أصنفها لإيه؟ أربع أنواع عندي النوع الأول مكبر كلاس A النوع الثاني مكبر كلاس B النوع الثالث مكبر كلاس A B والنوع الرابع مكبرات كلاس C تعالوا نشوف مع بعض كده على الشاشة أول نوع مكبر مرتبة ألف أو كلاس A يقوم بتكبير الموجة كاملة اللي هي 360 درجة يعني يقوم بتكبير النصف الموجة والنصف السالب طيب النوع الثاني مكبر مرتبة B أو كلاس B يقوم بتكبير النصف الموجة اللي هي 180 درجة طيب النوع الثالث مكبرات كلاس A B يقوم بتكبير أكبر من نصف الموجة وأقل من الموجة الكاملة يعني أكبر من 180 درجة وأقل من 360 درجة النوع بقى الرابع مكبرات مرتبة كلاس C وهنا المكبر بيقوم بتكبير أقل من نصف الموجة يعني أكبر من الصفر وأقل من 180 درجة طيب هنا ممكن نتكلم على أنواع المكبرات وزي ما قلنا قبل كده أن أنواع المكبرات موجودة في كل أجهزة الإرسال وأجهزة الاستقبال زي المثال حتى اللي احنا عرضناه من شوية يعني مثلا جهاز استقبال إذاعي راديو هنلاقي الجهاز طبعا بيحتوي على دوائر للمكبرات مكبرات للتردد العالي ومكبرات للتردد المتوسط ومكبرات للتردد المنخفض طيب دوائر المكبرات دي عايزين نشوفها مع بعض ونشوف إشارة الدخل بتاعة المكبر شكلها إيه هنلاقي طبعا الإشارة ضعيفة إشارة الخارج بتاعة المكبر بعد التكبير نشوف مستوى الإشارة شكلها بقت ايه طيب وبعدين لو احنا بصينا كده مثلا على جهاز استقبال إذاعي راديو يعني وشغلناه وجينا وصلنا جهاز أسلسكوب احنا عارفين طبعا جهاز الأسلسكوب بنقدر نستخدمه لمشاهدة الأشكال الموجية أقدر إن أنا أشاهد شكل إشارة الدخل بتاعة المكبر وشوفها على شاشة الأسلسكوب الإشارة اللي هي الضعيفة قبل التكبير وبعدين أوصل الخارج بتاع المكبر أوصله الجهاز الأسلسكوب وأشوف شكل إشارة الخارج بتاعة المكبر بعد التكبير تعالوا نشوف مع بعض الجهاز استقبال إذاعي راديو الراديو دوت طبعا ده جهاز استقبال إذاعي تعليمي يعني زي ما احنا شايفين كده الدوائر الإلكترونية بتاعته واضحة قدامي وفيه طبعا نقط اختبار زي ما احنا شايفين كده موجودة على الجهاز علشان نقدر نوصل إشارات الداخل وإشارات الخارج ونقدر نختبرها ونشوفها طبعا على جهاز الأسلسكوب طبعا هنا الخارج هنا بيبقى عبارة عن سماعة زي ما احنا شايفين كده وجهاز الاستقبال طبعا دوت ليه هوائي الهوائي ده بيقوم باستقبال الموجات اللاسلكية ويحاولها الإشارة كهربية بتكون الموجات ديات معدلة تسعيا وترددها عالي فبقى أول مرحلة من مراحل التجبير هنا عبارة عن مكبر إيه؟ تردد عالي طيب بعد ما يقوم بتجبير الإشارة دي يوصلها بقى المين؟ هنلاقي بقى فيه مرحلة اسمها مرحلة المازج وبعدين مكبر للتردد المتوسط وبعدين الكاشف والكاشف طبعا هنا يفصل الموجة الصوتية اللي هي ترددها منخفض عن الموجة الحملة والإشارة الصوتية اللي هي ترددها منخفض دي يوصلها بعد كده لمكبرات للتردد الصوتي ومكبر التردد الصوتي هنا ممكن يبقى إيه؟ كذا مرحلة وبعدين يكبرها طبعا الإشارة الصوتية بالقيمة الكافية لتشغيل الحمل اللي هو السماع عندي طبعا جهاز الأسيليسكوب قدامي على الشاشة هو الجهاز ده بستخدمه علشان نشوف شكل الموجات طبعا الدخل والخارج للمكبر لو انا طبعا وصلت كده دخل الاوسلسكوب بمين؟ بالاشارة اللي دخلة للمكبر الصوتي فهنشوف طبعا الاشارة هتكون ضعيفة جدا قدامنا على الشاشة زي ما احنا شايفين كده الاشارة ضعيفة جدا طبعا الاشارة اللي مستقبلها الهوائي بتكون ضعيفة والمكبرات بتقوم بتكبيرها طبعا بالتدريج واحدة واحدة لحد ما توصل لقيمة مناسبة لتشغيل الحمل اللي هو هنا السماعة زي ما احنا شايفين الاشارة طبعا بتتغير كده على حسب اشارة الصوت طبعا الجهاز مستقبل اشارة صوتية طبعا محطة اذاعية يعني عن طريق الهوائي اه لو وصلنا بقى كده الخارج بتاع المكبر اه زي ما احنا شوفها بقى كده شكل الاشارة تم تكبيرها ونلاحظ ان الاشارة هنا عملة ايه بتتغير وجهدها بيزيد وبيقل على حسب مين على حسب اشارة الصوت زي ما احنا شايفين كده اهو نرجع تاني نبص كده على اشارة الدخل اهو هنلاقي طبعا اشارة الدخل هنا اشارة ضعيفة جدا اللي هي دخلة للمكبر الايه بالصوتي زي ما احنا شايفين اهو اشارة متغيرة دي اشارة صوتية اللي تم استقبالها طبعا المحطة الازعية اللي تم استقبالها الاشارة ضعيفة طبعا لو وصلنا دي للسماعة على طول مش هنسمح حاجة لانها اشارة ايه ضعيفة فلازم تمر بمراحل تكبير علشان تكبرها بقيمة كافية اهو زي ما احنا شايفين كده بقى ده خارج المكبر بعد ما تم تكبير ايه الاشارة طبعا يعني دوائر المكبرات بتكون موجودة في معظم الاجهزة الالكترونية سواء كانت اجهزة ارسال او اجهزة استقبال التليفون الموبايل اللي معانا بيحتوي على دوائر للمكبرات طبعا الغرض منها زي ما قلنا انه بيقوم بتكبير ايه الاشارات الضعيفة جدا للقيمة المناسبة لتشغيل الحمل اه تعالوا نرجع تاني طبعا زي ما احنا شفنا كده ده كان جهاز استقبال ايه ازاعي وجهاز الاستقبال دوة اه راديو بيستقبل طبعا محطات ازاعية المحطات الازاعية دي بتبقى عبارة عن موجات لاسلكية موجودة في الجو وطبعا القدرة الكهربية بتاعتها ضعيفة جدا فهواء الاستقبال لما يقوم باستقبال الاشارات اللاسلكية دي بيحولها لاشارة كهربية ضعيفة جدا نبدأ بقى باستخدام المكبرات ان احنا نكبرها تدريجيا هيبقى فيه مكبر زي ما قلنا اول مرحلة عبارة عن مكبر للتردد العالي يقوم بتكبيرها بقيمة مناسبة وبعد كده يسلمها لمرحلة اسمها المازج وبعد كده طبعا بيخفت ترددها المازج دوت علشان يبقى ترددها متوسط فيبقى فيه مكبر تاني اسمه مكبر التردد المتوسط وبعد كده فيه حاجة اسمها الكاشف او مرحلة اسمها الكاشف بتفصل الاشارة الصوتية عن الموجة الحملة اللي ترددها عالي احنا طبعا محتاجين مين؟ الإشارة الصوتية فبيتم توصيل بقى الإشارة الصوتية لمين؟ لمكبر صوتي ده ما احنا شفنا كده المكبر الصوتي ده يقوم بتكبير الإشارة الصوتية الضعيفة دي يكبرها بقيمة مناسبة علشان تقدر تشغل السماعة طبعا ده كان مثال بس علشان ايه؟ نفهم ونعرف دائرة المكبر بتعمل ايه في الإشارة القهربية لكن طبعا دوائر المكبرات دي زي ما قلت هي مش موجودة بس في الأجهزة الاستقبالية الإزاعية مش في الراديو بس لا ده في كل الأجهزة الإلكترونية هنلاقي في الراديو في التلفزيون في الكمبيوتر في الرسيفر التلفون اللي في إيدينا خلاص يبقى كل أو معظم الأجهزة الإلكترونية بتحتوي على دوائر ايه؟ مكبرات وطبعا العنصر الأساسي اللي بيقوم بتكبير الإشارة هنا هيكون مين؟ الترانزيستور وهنعرف طبعا دائرة التكبير اللي باستخدام الترانزيستور وهنشرحها بالتفصيل ونعرف طريقة عملها ايه وفيه نوع تاني من المكبرات اسمه المكبر التشغيلي وده بيكون عبارة عن ايه؟ دائرة متكاملة وده يمكن بتبقى نسبة تكبيره عالية جدا وبيبقى أفضل كمان من دوائر مكبر الترانزيستور تعالوا نرجع تاني كده على الشاشة ونبص كده على المواصفات الفنية للمكبرات يعني احنا لما نيجي نشتري دائرة مكبر علشان نركبها في جهاز معين هل كل دوائر التكبير كلها مواصفاتها زي بعض؟ طبعا لا فالمواصفات الفنية لدائرة المكبر بتكون عبارة عن ايه؟ اول حاجة الكسب يعني ايه الكسب؟ يعني معناها نسبة التكبير دلوقتي المكبر اللي انا هجيبه او اللي انا محتاجه نسبة تكبيره قد ايه؟ يعني يكبرلي الاشارة كم مرة؟ يعني لو اشارة الدخل مثلا 1 ميلي فولت هيكبرها ويخليها تبقى كان 10 ميلي فولت ولا 100 ميلي فولت ولا 1000 ولا كان بالزبط يبقى نسبة التكبير هنا طبعا هي اللي ايه؟ اللي هتحدد ونسبة التكبير هي النسبة بين اشارة الخارج واشارة الدخل طيب تاني حاجة من المواصفات الفنية عرض النطاق الترددى للمكبر يعني ايه عرض النطاق الترددى للمكبر؟ بنقوله هو نطاق التردد الذي يستطيع المكبر ان يعمل بداخله معطيا التكبير المطلوب او يعطي اعلى نسبة تكبير يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن اقول مكبر صوتي المكبر ده هيكبرلي الاشارة اللي ترددها بينحصر ما بين 20 هرتز الى 20 كيلو هرتز يبقى ده المدى الترددى بتاعه طيب لو بقى وصلنا ترددات اعلى من كده مثلا اشارة ترددها 30 كيلو هرتز 50 كيلو هرتز هل المكبر هنا هيقوم بتكبيرها او هيكبرها بنفس النسبة؟ طبعا لا يبقى عرض النطاق الترددى هو نطاق التردد الذي يبدي فيه المكبر اعلى نسبة ايه؟ تكبير وبتكون نسبة التكبير هنا في المدى الترددى دوت خلاص بتكون عالية زي ما هنشوف دلوقتي تالت حاجة معامل التشويه معامل التشويه او نسبة الشوشرة يعني ايه؟ دايرة المكبر هتقوم بتكبير الاشارة طب اشارة الخارج هل فيها تشويه ولا ما فيهاش؟ طبعا ممكن يبقى فيها نسبة تشويه او شوشرة ونسبة التشويه دي بتبقى متحددة كام في المية النسبة بتاعتها كام في المية بالنسبة للمكبرات الصوتية الجيدة ذات الاداء العالي هنلاقي نسبة التشويه فيها او الشوشرة اقل من 2 او 3% فهنا الازن البشرية ما تقدرش تلاحظ نسبة الشوشرة اللي موجودة في الصوت لكن لو نسبة الشوشرة زادت عن 6% او 8% بنقدر نسمع صوت التشويه او الشوشرة اللي موجودة في الصوت طيب رابع حاجة من المواصفات الفنية قدرة الخارج قدرة الخارج هنا اللي هي القدرة الكهربية المسلمة الى حمل معين زي المثال اللي احنا شفناه من شوية المكبر طبعا كان بيوصل ايه؟ اشارة الخارج لسماعة طيب السماعة دي قدرتها كام وات يعني الاشارة اللي انا محتاجها علشان تشغل السماعة القدرة الكهربية بتاعتها كام وات يبقى لازم ان انا احدد طبعا في دايرة المكبر اللي انا محتاجها قدرة الخارج ودي طبعا لازم تكون مناسبة لمن؟ لقدرة الحمل اللي هيتم تشغيله طيب خامس حاجة معاوكة الدخل والخرج اللي هي ممنعة او مقاومة الدخل والخرج طبعا دايرة المكبر لها دخل ولها خارج الدخل بتاعها مقاومته كام قوم والخرج مقاومته كام قوم لازم تتحدد علشان يتم عمل توافق لتلك الممنعات رقم 6 التغذية يعني ايه؟ يعني لازم نحدد الجهد والطيار اللي لازم لتشغيل دايرة المكبر يعني دايرة المكبر دي يتمحتاجها جهد كمت وكام فولت علشان نقدر نشغلها طبعا دايرة المكبر لازم لها طبعا جهود انحياز يعني من بطارية مثلا طرف موجب وطرف ايه؟ سالب طيب جهد قد ايه بقى علشان يشغلها؟ هل 9 فولت ولا 6 فولت ولا 12 فولت؟ ولا قيمة الجهد قد ايه؟ اللي هو جهد الانحياز اللي لازم لتشغيل دايرة المكبر طيب واخر حاجة من المواصفات الفنية جهد الخارج جهد الخارج بتاع دايرة المكبر يعني اقصى قيمة لجهد الخارج ودي برضو من الخصائص الهامة لدوائر المكبرات يبقى كده عندي في مواصفات المكبرات عندي سبع مواصفات مهمين لما يجي احدد دايرة مكبر معينة محتاجها علشان اركبها في جهاز معين او علشان تشغل حمل معين لازم احدد المواصفات دي يبقى اول حاجة تاني زي ما قلنا الكسب اللي هو نسبة التكبير تاني حاجة عرض النطاق الترددي للمكبر تالت حاجة نسبة التشويه او معامل التشويه رابع حاجة من المواصفات قدرة الخارج طيب خامس حاجة ممنعة الدخل والخرج رقم ستة التغذية اللي هو جهد التغذية يعني دايرة المكبر دي محتاجة جهد كمتو كم فولت علشان تشتغل واخر حاجة من المواصفات اللي هي جهد الخارج اللي هي اقصى قيمة لجهد الايه الخارج لدايرة المكبر طيب تعالوا نكمل مع بعدي كده ونبص تاني على الشاشة عندي اول حاجة للمواصفات الكسب وهو النسبة بين اشارة الخارج للمكبر الى دخل هذه الاشارة قبل التكبير يعني معناها ايه يعني معناها لو انا عندي مثلا اشارة الدخل مثلا اتنين ميلي فولت طب واشارة الخارج للمكبر ميت ميلي فولت يبقى هنا نسبة التكبير او الكسب تبقى كام هقسم طبعا جهد الخارج على جهد الايه الدخل احنا قلنا الخارج مية طب والدخل كان كام اتنين يبقى اقسم مية على اتنين يبقى فيها الخمسين يبقى الكسب هنا بتاع المكبر خمسين يعني معناه ايه؟ معناه انه يكبر للاشارة خمسين مرة او خمسين ضعف وطبعا نسبة التكبير بتاعت المكبرات بتختلف طبعا من دايرة مكبر لدايرة اخرى هنلاقي فيه ان دوائر مكبرات نسبة التكبير بتاعتها ممكن توصل لمئات المرات والاف المرات يعني معناها الاشارة اللي دخلة مثلا واحد ميلي فولت دايرة المكبر تكبرها ميت مرة او الف مرة طيب وده طبعا يرجع لإيه؟ للحمل اللي انا عايز اشغاله انا محتاج قدرة كهربية كميتها قد ايه؟ يبقى دي اول حاجة من المواصفات الفنية اللي هي ايه؟ الكسب طيب نبص على تاني حاجة عندي الكسب في حاجة اسمها كسب الجهد اللي هو بالديسبل وكسب الجهد هنا يسوي ايه؟ عشرين لغارتن في قوت على الفي ان والفي قوت يعني جهد الخارج والفي ان يعني جهد الدخل طيب تاني حاجة كسب الطيار بالديسبل وكسب الطيار يعني ايه؟ النسبة برضو بين طيار الخارج وطيار الدخل طيب تالت حاجة كسب الجهد وكسب القدرة كسب القدرة هتبقى البي قوت على البي ان اللي هي قدرة الخارج على قدرة الدخل طيب تاني حاجة من المواصفات الفنية عرض النطاق الترددي للمكبر طيب ايه عرض النطاق الترددي بنقول هو الفرق بين ترددين يهبط كسب الجهد عندهما الى سبعين وسبعة من عشرة من قيمة وسط النطاق هو الفرق بين ترددين يهبط كسب الجهد يعني نسبة التكبير ها تهبط الى سبعين وسبعة من عشرة من قيمة وسط النطاق يعني ايه الكلام ده نبص كده على الرسم ده هيوضح لمنحنة الاستجابة الترددية للمكبر فهلاحظ ايه؟ ان في البداية التردد لما كان قليل نسبة التجبير هنا ايه؟ صغيرة ضعيفة طيب التردد بقى لما بدأ يزيد يزيد فهنلاقي نسبة التجبير هنا ايه؟ بدأ التعلى وبعدين نسبة التجبير تثبت ها اللي هو فين بقى؟ في المدى الترددية بتاع المكبر او عرض النطاق الترددية ولو التردد زاد عن قيمة معينة نلاقي نسبة التجبير ترجع ايه؟ تقل يعني معنى كده ان عرض النطاق الترددي هنا للمكبر هو ايه؟ هو نطاق التردد يعني الفرق بين ترددين خلاص؟ المكبر هنا يبدي خلاله اعلى نسبة تجبير زي ما احنا شايفين يعني هنا طبعا جهد الخارجي هنا ايه؟ كبير طيب وهو الفرق بين ترددين زي ما قلنا عرض النطاق الترددي الفرق بين ترددين زي ما احنا شايفين كده يهبط الكسب خلالهما الى زي ما احنا شايفين كده نسبة التجبير هنا بيحصل لها ايه؟ بتقل لهو يهبط الكسب ايه؟ عندهما الى كام؟ الى سبعين وسبعة من عشرة من قيمة وسط النطاق يعني معنى شايفين احنا هنا كده في وسط النطاق نسبة التجبير هنا ايه؟ عالية فهنا هنقول كام؟ مية مثلا مية في المية طيب تحت بقى لو التردد هنا قل او التردد زاد عن قيمة معينة هنلاقي نسبة التجبير تبدأ ايه؟ تقل طيب احنا كده عارفنا يعني ايه عرض النطاق الترددي؟ هو الفرق بين ترددين زي ما احنا شايفين كده يهبط الكسب عندهما الى سبعين وسبعة من عشرة من قيمة وسط النطاق طيب تالت حاجة معامل التشويه وقلنا معامل التشويه هو النسبة بين القيمة الفعالة لجهد التوافقيات بالخارج الى القيمة الفعالة لجهد الخارج الكل يعني هو نسبة الايه؟ الاشارة للشوشرة وبيذكر معامل التشويه كنسبة مئوية ويكون في حدود 2% الى 3% في المكبرات الصوتية زاد الاداء العالي يعني المكبرات الاداء بتاعها عالي وكفائتها عالية نسبة التشويه فيها بتكون اقل من 2% لكن يمكن بقى للأذن البشرية ان تلحظ التشويه في الصوت يعني الشوشرة اذا زاد عن كام 6% الى 8% يعني لو انا عندي دايرة مكبر ودايرة المكبر دي الكفاءة بتاعتها او الجودة بتاعتها منخفضة فهنلاقي ان الصوت او الاشارة النتجة منها لو هو طبعا مكبر صوتي فهنلاقي ان الصوت فيه وش وشوشرة عندي بقى قدرة الخارج هي القدرة المسلمة الى حمل معين ذات معاوقة معينة وعند معامل تشويه معين طيب معاوقة الدخل والخارج اللي هي مقاومة الدخل والخارج يعني بيتم التعبير عنها بالقوم وبيتم تحددها لحتى يمكن عمل توافق للمكبر عند توصيل الحمل يعني لازم نحدد مقاومة الدخل كمتها كم قوم ومقاومة الخارج كمتها كم قوم رقم 6 التغذية هي ما يحتاجه المكبر من الجهد والطيار اللازمين لتشغيله طيب رقم 7 جهد الخارج وفي بعض التطبيقات بتعتبر القيمة العظمى لجهد الخارج من الخصائص الهامة للمكبر كده عرفنا المواصفات الفنية تعالوا نشوف مثال كده للمواصفات الفنية لأحد المكبرات وهو مكبر تردد سامعي فنقول كده معاوقة الدخل 10 كم قوم طيب معاوقة الخارج اللي هي مقاومة الخارج يعني 40 قوم الاستجابة الترددية من 4 كيلو هرتز إلى 200 كيلو هرتز قدرة الخارج 100 ميلي وات التغذية 12 فولت عند طيار 50 ميلي أمبير طيب احنا كده عرفنا ايه المواصفات بتاعة دايرة المكبر هو تعالوا بقى نبص كده على دايرة ايه مكبر ترانزيستور دايرة بسيطة جدا باستخدام ترانزيستور واحد زي ما احنا شايفين طبعا الترانزيستور هنا نوعه NBN المشاعة طبعا ها تحت هوت زي ما احنا شايفين ومتوصل بالايه بالطرف السالب بتاع البطارية فيبقى طبعا الترانزيستور نوعه ايه NBN والسهمة هو زي ما احنا شايفين للخارج طيب الترانزيستور دا موصل بطريقة ايه المشاعة المشترك زي ما احنا شايفين بقى لو انا وصلت هنا اشارة دخل متغيرة لدائرة القعدة ايه اللي هيحصل الاشارة داية بتأثر على جهد الانحياز الامامي للقعدة بالزيادة او النقصان يعني ايه النص المجب دوت لما يوصل هنا لدائرة القعدة فجهد الانحياز الامامي يزيد طب النص السالب لما يوصل ها جهد الانحياز الامامي ايه هيقل وبالتالي اللي يحصل يتغير طيار المجمع يتغير طيار ايه المجمع بالزيادة والنقصان فنحصل في الخارج بقى من على مقاومة الحمل على ايه على خارج مكبر ها مشابه لمين لاشارة الخارج لاشارة الدخل ولكن باختلاف في زاوية الوجه 180 درجة يعني زي ما احنا شايفين الاشارة طبعا اللي خارجة اتكبرت شوية ولكن طبعا زي ما احنا شايفين معكوسة يعني النص الموجب هنا من موجة الدخل ها خرج ايه سالب والنص السالب خرج موجة يبقى لازم ناخد بالنا من الملحوظة دي ان الترانزيستور الموصل بطريقة المشاعع المشترك طبعا بيقوم بتكبير جهد الاشارة ولكن بيعمل اختلاف في زاوية الوجه 180 درجة عندي طبعا طريقة عمل الدايرة زي ما احنا قلنا هو الترانزيستور موصل بطريقة المشاعع المشترك ويمكن التحكم في طيار المجمع بواسطة طيار القعدة عند توصيل اشارة متغيرة بدائرة القعدة اللي يحصل يتغير طيار الانحياز الامامي للقعدة بالزيادة او النقصان مما يؤدي الى زيادة او نقص في طيار المجمع بدرجة اكبر بنسبة بيتا والنسبة دي هي مين؟ هي نسبة التكبير او الكسب للمكبر طيب كده عرفنا طريقة العمل بتاعت الدايرة فنحصل على طرفي مقومة الحمل على ايه؟ على جهد مكبر صورة طبق الاصل من جهد الدخل بفرق في زاوية الوجه مقداره كام؟ 180 درجة يبقى دايرة الترانزيستور الموصل بطريقة المشاعع المشترك الترانزيستور دا زي ما احنا شفنا كده احنا عارفين ان الترانزيستور اساسا احنا بنستخدمه علشان ايه؟ عنصر تحق وبيستخدم في المكبرات طيب الترانزيستور دا فكرته الاساسية ايه؟ ان انا بقدر اتحكم في طيار الخارج اللي هو طيار المجمع عن طريق مين؟ عن طريق طيار الدخل اللي هو طيار القعدة يعني ايه؟ يعني اي زيادة او نقص في طيار القعدة اللي هو هتؤدي الى زيادة او نقص في جهد الانحياز الامامي ها؟ تؤدي الى ايه؟ زيادة او نقص فين؟ في طيار المجمع وبالتالي بقدر احصل على ايه؟ اشارة من على طرف مقاومة الحمل اشارة ايه؟ مقبرة بتكون صورة طبق الاصل من اشارة الدخل ولكن باختلاف في زاوية الوجه 180 درجة يعني معناها ايه؟ ان الاشارة زي ما شفنا بتتعكس يعني اشارة الدخل كان الدخلة طبعا نص مجب ونص ايه؟ سالب هتخرج ايه؟ السالب الاول وبعدين المجب كده احنا اتكلمنا النهاردة على المكبرات وعرفنا يعني ايه دائرة المكبر وقلنا طبعا ان دائرة المكبر بتقوم بتكبير ايه؟ جهد او طيار ها؟ اشارة قهربية متغيرة دون المساس بقيمة التردد وعرفنا طرق تصنيف المكبرات وصنفنا المكبرات طبعا بكذا طريقة نفتكرهم مع بعض كده بسرعة اول طريقة كانت ايه؟ من حيث المدى الترددي وقلنا ان فيه مكبرات للتردد العالي مكبرات للتردد المنخفض ومكبرات ذات نطاق ترددي عريض صنفنا المكبرات بطريقة تانية من حيث ايه؟ من حيث القيمة المكبرة وصنفناهم برضو لتلات انواع النوع الاول هو ايه؟ قلنا مكبر اولي والنوع التاني مكبر حافز والنوع التالت مكبر قدرة وطبعا المكبر الاولي زي ما قلنا المكبر ده بتكون حساسيته عالية وهو اول مرحلة من مراحل التكبير ليه؟ علشان يقوم بتكبير الاشارة الضعيفة جدا زي الاشارة النتجة من مايكروفون او لاقط صوتي بعد كده المكبر الاولي يدي الاشارة اللي تم تكبيرها دي المين للمرحلة اللي بعده اللي هو مين؟ المكبر الحافز فيكبرها اكتر وبعدين يسلمها للمرحلة الاخيرة من مراحل التكبير وهو مكبر القدرة وطبعا مكبر القدرة هنا يوم بتكبير بقى قدرة الاشارة القهربية بالقيمة اللازمة لتشغيل مين؟ الحمل اللي هو مثل مين؟ السماعة على حسب المثال اللي احنا شفناه مع بعض اذا كان طبعا مكبر ايه صوتي صنفنا المكبرات برضو بطريقة تالتة وهي ايه؟ طبعا قلنا ممكن نصنف المكبرات من حيث مرتبة التشغيل وصنفناهم لمكبرات بدرجة كلاس اي مكبرات كلاس بي مكبرات كلاس اي بي ومكبرات كلاس سي وعرفنا النهاردة كمان المواصفات الفنية للمكبرات ان شاء الله في الحلقة اللي جاية هنتكلم بقى بالتفصيل عن دوائر المكبرات ونقدر نعرف كل عنصر في دايرة المكبر ووظفته ايه وطرق الرب للمكبرات المختلفة يارب تكونوا استفدتم معنا النهاردة واشوفك على خير ان شاء الله في الحلقات اللي جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته